أهلاً وتهلاً نتواصل معكم من جديد التحية للناس اللي نضمت لمتابعتنا في 24 جراد تريند اليوم نتحدث فيه عن هوس الجمال ما بين السمراء والبيض هل هي فعلاً حالة نفسية ممكن تؤرق الفتاة السمراء بينها تمشي وتستخدم كمية من مساحق التجميل في محاولة لإرضاء نفسها أو قد يكون في محاولة لإرضاء المجتمع اللي ممكن تكون تذمرت من كلمة أنت سمراء أو أنت لسه ما فسخت لونك ممكن يكون سؤال وتنمر من المجتمع خلونا نرقش الموضوع من ناحية نفسية هل هو عدم ثقة ولا شنو القصة بالضبط دكتورة تسنيم البرهومي معالج نفسي حتكون حاضر الإجابة على كل تساؤلات هوس الجمال بساء الخير عليك دكتورة مساء السرور عليكم مساء السعادة سعيدة جداً أنه أنا أكون مع أحلى جامعات شكراً سلام شكراً لك وإنتي كما نحن سعيدين بيك لليوم بداية يعني ليه البنات بيغيروا لون لأنه يا روي ده مهوسات لأنه مهوسين بأنه لازم أبقى زي فلانا ولازم لوننا كلنا يكون واحد ولازم في الحفلة كلنا شكلنا يكون واحد ولازم في أي محل نحن نكون سيم سيم لأنه ما في واحدة أحسن من واحدة لأنه كلنا لازم نكون لوننا واحد عشان ده بيحكز عن الهوية بتاعتنا ده المفهوم والغلط تماماً وده بدول على دلالة كبيرة شديدة على عدم الوعي الأنسوي الموجود عنده طيب هل تغيير اللون يعني ممكن نسميه أو أنتم ممكن تسموه من ناحية نفسية هل هو نقص في الشخصية ولا شنو بالضبط؟ هو عدم ثقة احنا ما بنقول هو نقص في الشخصية لكن بنقول هو عدم ثقة بصورة كبيرة شديدة إنه الوحدة ما واثقة من نفسها وما حافة نفسها عشان كده عايزة تغيير لونه تتكلمي عن التغيير اللي هو مش التحسيح من سمراء لبيضة كلنا كنساء بنحب الجمال ودي من السماقة الأساسية موجودة عندنا نكلم من أجل أغيير لوني تماماً أكتر من خمسة درجات سبعة درجات ده أكيد يبقى أنا ما متقبلة شكلي وما متقبلة لوني نهائياً وده بيضرني بصورة كبيرة شديدة اللي هو أنا لو طلعت الشمس بقبة بتضرر غير الأضرار الجسمية بيكون موجودة عندي نفسياً لو أنت جيت وقلت ليا ألا لي يا تسليم لونك ده كبس ليه أقول الله لونك بس أنا من المفروض أكون كده مفروض تفاصيل تكون كده بيبقى هوس بالنسبة لي بأنه أنا لازم لوني يبقى كده لازم شكلي يكون كده لازم حجميكم بالتفاصيل المعينة بمتغيرات المجتمع الناس غيرت كلها الموضة نقلب أسمر خلاص نمشي نسمر الموضة قلبت لون فاتح خلاص نمشي نفتح لأما ما في موضيات للأسمر على ما أعتقد يعني من قبنا كده عرفنا ليه أسمر جميل بيضون لأوا أسمر جميل عجبني لون وأمهاتنا وخالاتنا ولغاية الشباب القبالنا شوية صحيح كان اللون الأسمر وما الجميع عندهم لكن ليه فترة كده تعطي عقدين من الزمان وما الناس بيفتل شو تغيرت المفاهيم تغيرت المفاهيم يبحثوا عن البياض أكتر يعني عدم الوعي وعدم الثقة دي جميل وينا دكتورة أسنة لو جينا نرجع من زمان أخدي حبيبتي أكل الحاجة دي عشان تطوي شعريك وتبقي حلوة أشرب الحليب دي عشان يبيض لونك وتبقي بيت حلوة وجميلة للأسف دي التربية الخطأ ودي البرمجة جاتنا من زمان شديد من الأمهات الغير وعيات بنسميهم الطفل بنلقاه البنوتة ما بتاكل ولا بتشرب بتاكل عشان جسمه يبقى نظر عشان تبقي حلوة عشان شعاره يبقى طويل ما في قيمة بتاعت اعتزاس بالنفس ليه أي أم توقف بيتها قدام المراية تقول لا أنت جميلة أنت جميلة بلونك أنت حلوة شديد بيشعرك أنت بيت تفاصيلك كلك جميلة لأن احنا لازم نأكل الجرجير عشان يطوي شعرك بصورة كويسة أشرب الحليب عشان جسمك يبقى لونه فاتح وتبقى تفاصيلك متغيرة فدي من التربية بتجينا في مشاكل كثيرة شديد ولما الطفل الوحدة تقوم لي أصلا وتصل للمراهق وتصل مع بعض الرشد هي ما حب نفسها ولا حب شكلها ولا حب تفاصيلها يبقى هنا الكلام التأثير بتاع الأصدقاء تعالوا في الجامعة كلنا نفتح تعالوا نعمل كل التفاصيل بتاعاتنا راح نمشي نجيب التفاصيل الكده ونعمل كده فدي كلها أضرار كبيرة شديد وده بدل على أنه عدم وعي كبير شديد وبدل على أنه الشخصية دي سهلة الإنقيات اتخذت في العقل الباطن طبعا اتهام أو آدم السوداني في قفص الاتهام هل ممكن يكون الرغبة في تغيير اللون من الأسمر إلى الأبيض استجابة لطلبات آدم السوداني؟ طبعا نحن عشان نكون منصفين آدم غير الوعي نقول عليه آدم غير الوعي بكون عايز مفهوم الجمال بالنسبة له والبيت الشعارة طويل اللونة فاتح الجسمة بصورة معينة وتفاصيل معينة فعايز زوجتي أو حبيبتي أو خطبتي أبقي كده أنا عاجبني شكلك كده لسه ما في الوعي الكبير شديد اللي بيخلي أنه آدم يدعم لين اللون أنت ما تغير اللوني كنا عايزك زي ما أنت ما في داعي وانت في فترة الزواج تمشي تغير لونك تماما إحنا منتفاجأ بالعروسات فإذا شنودة اللي إحنا شايفينه قدام عيوننا من التغيير أيوة من اللون الأبيض شديد تغيرت أكتر من سبع درجات في اللون بتاعه بدي اسم حرك ما اسم تفتيح للوني وتفاصيلي فآدم دايما لأنه معايير الجمال ونأكد آدم غير الوعي معايير الجمال بالنسبة له أنه لونك لازم يكون فاتح عيونك لازم تكون كبيرة شعرك لازم يكون بطريقة معينة لبسك لازم يكون بطريقة معينة ده برضو بيرجعنا لأنه البيت غير الواثقة بنفسها وما واعية إنها هي عايزة شنو وتفاصيلها شنو بتنقاد بسرعة ليلما نيجي يقول لها أفتحي لونك أنا عاجب لوني كده أنت عايزني أوكي ما عايزني في ناس كتار ألوانهم غير كده ممكن تمشي تأخذهم يعني أول بيجي يقول لا لا أنت نحيفة شديد أمشي لازم تزيد لي ولازم ودي يزيد فنلقى في تفاصيل كثيرة شديد مختلفة في حاجات كثيرة سمحت لي يا رويدة يعني أتكلم لي ممكن عن الأبعاد النفسية للعروس اللي تغيرت 180 درجة في ليلة الزفاف ممكن تتغير 180 درجة في فترة ما بعد الحمل خاصة إذا تم الحمل بصورة سريعة جدا أو هي راجعة سافرت الهانيمون في منطقة ممكن تكون استوائية جات قالبة أسوأ من الأول في الحالة النفسية والأبعاد النفسية لكلام الناس وهي راجعة وكانت فل شمعة منورة في ليلة الزفافة طبعا هي احنا برضو بنضيفه لعدم الوعي الكبير شديد انت كعروسة ليه ما يكون لونك هو نفسه تشتغلي على التفتيح بدرجة واحدة أو درجتين اللي هي الحاجة الجمالية كمان بمواد آمنة جدا بلس انه انت تشرب لينا موية كتير لأنه التفتيح بضرنا جدا بصورة كبيرة وبيعمل تكشير للجسم فلازم الجسم يكون رطب عشان يقدر يستفيد منه بصورة كبيرة فبنجي نلقاها معظم الناس بتعاين لها انت قلبت كده ليه ليه لونك رجع أسود قل والله ما البشنا بتاعت الحميل والتعب والمسؤولية بتاعت الحاجات وهي بيكون نهائيا ماذا الحاجات الحاصلة وكمان انها كانت بتستعمل كريمات حارقة وبيصورة كبيرة شديد جات فجأة ووقفت كل الكريمات عشان هي بريغننت ما تقدر تستخدم أي حاجة ففي تقلبات نفسية رهيبة جدا بتحصل من كلام الناس ومن تفاصيل ومن رؤيتها هي ذاتة لنفسها بلس انه أصلا بتاع الهرمونات اللي بيكون موجود عندها في حياتها بسبب الحمل فده كله تأثيره بيخليها أغريسيف ما قادرة تتقبل الكلام من الناس ما قادرة تأخذ منهم بصورة كويسة وشايفة نفسها أنا يا إخوان مكتأبة خلوني في حالي وأبعدهم مني ده برضو أنا شايفة نفسها مكتأبة يعني بيقودنا للسؤال إنه ده نوع من العنف ضد المرأة لأنه لو أنا من طفلة لو أنا أسمر حقفتش عينينا أبقى لو نفاتح شان أتزوج يعني بعض حواء في السودان بعضهم يعني ما كلهين جولهين بيبحث عن اللون الأبيض عشان آدم غير واعي زي ما قلتي يتزوجة من أجل زواج صحيح ما تخشي يوضح استخدام هذا في زمن معين لما تبقى هي gorgeous في الرينجة الجامعة أو هو ت детей تستخدم الكريمات الحارقة وليست تبقى لون أبيض ولجيزا وزوجها يبقى لون أبيض صحيح يعني الابعاد النفس الي كما تحدثت عنها هايلين هل أن słuضا أنا بندقادل العقلا الجمعي للمجتمع أنا لازم أبقى بعدش حان أتزوج ودي ذا نوع من الاستماع لأننا بيmotion عندنا الفضاء ده قيدنا نتعمق في مجتمعات أخرى وألوانها ما زي حقتنا أرض السود السودانيين نبقى زيهم هذا طبعا كله نحن برجعنا لعدم الوعي هل في الجامعة في بنات بيعتزوا بتفاصيل وفي مبادرات كثيرة جدا قائمة إنه نعتز بالسمرة بتاعاتنا السودانية يسفي هل فرقهم من ذلك؟ ديل وعيات جدهم بنفسهم لكن الناس الضوية بتنمروا عليهم لو نقدمها له شربان يعني انت ما عمي لك حاجة خفيفة كده عشان تبقي زي البنات ففعلا زي ما ذكرت العقل الجمعي بأثر تأثير كبير جدا لكن إذا البت كانت واعية بنفسها وعندها وعي ذاتي كبير شديد في نفسها وعندها وعي أنثوي وعارفة نفسها هي منو هويتها شنو وعايزة تعمل شنو ما بيحصل لها كل الأضرار وكل الكلام اللي احنا بنقول فيه ده فهنا بنلقاها إنها هي متقبلة نفسها زي ما هي اللي هي بترطيب لأنه نحن كنساء بنحب الجمال وبالاهتمام بنفسنا بنلقاها بنتهتم بتفاصيلها وبحاجاتها مع ما يتناسب مع شخصية بتاعتها وده بيدعمها بصورة كبيرة شديد وبيعزز كمان ثقتها في نفسها وبيخليها ممتازة جدا في مجالات الحياة المختلفة دكتورة استخدام المساحية الحارقة أو المفرط استخدام المفرط للمساحية قد يؤدي لنتيجة عكسية اللي هي ممكن يحدث تشوه في الجلد ممكن تحدث انكماش للبشرة ممكن تحصل الضربات اللي بنحس إنه البيت ما قادر تطلع في فترات النهار وممكن تحصل المويد تحت الجلد كمان ده ممكن يخليها تحت المجهر للمجتمع أو هي ممكن تقدم نفسها في طبق من ذهب للمجتمع وكثرة التساؤلات قد تضطر تغطي وشها قد تضطر تكون لابس 24 ساعة جوانتات وشربات في البيت صحيح فبرضا الحالة النفسية بتاعتها بتكون تعبانة وسيئة جدا في حالة دي للأسف هي مش الحالة النفسية هي بتكون لسه منكابرة ولسه بتستخدم في كريمات تانية عشان تعالق ديها الأضرار للأسف اللي حصلت وإلا تحصل لنهاية المسار تكون واقفة حتى بعد ذات تمشي ترجع للأطباء عشان يرجعها للون بطاعة الطبيعية وهي بتلعب وتدفع دم قليبه زي ما بقوله عشان ترجع للونها الأصلي ولونها الطبيعي وترجع تاخد جرعة بتاعت وعي كويسة عشان تقدر ترجع تفاصيلها وترجع حياتها فبنلقى إنه المساحيق سهلة جدا وسهلة في وسط الشباب مثلا أنا ورويدة نجي والله رويدة ما شفتي في كريم رهيب قال بعمل كده البنات طوالي كش كده في بعض طيب ما تدونه معه ثم تكسيمولينا أكسيمولينا بس حل أكيدا وممكن الكريم دي يكون ما بيتناسب معاي ما بيتناسب معاي بشرات مختلفة بشرات مختلفة فبنلقي إحنا كلنا في البيك أو بناعة الحلة أو الجارات أو الصحبات بيستخدموا نفس الحاجة وهي ما نافع تماما معهم وللأسف ما بيكونوا فاهمين إنه كيف يبرو الكيميكالسان موجود عندهم والحق الزول يعرف الاحتياج بتاع الجسم شو وهو فعلا دائر جسمه ضيصة اللي وين لا إحنا بس نمجى كلنا نبيوت ونمجى رهيبين شديد ونمشي نعمل الحاجات دي هو البياضي إحنا في خلينا نستخدم المصطلحات في فرق بين زول نقول عليه هو نظيف ده قادر زي ما قلت يفتح دري دريتين عشان خايف على الشمس يكون خايف على نفسه عشان كده بيعمل حياة خفيفة تخليه نظيف وفي ناس بيكونوا بيبحثوا عن إنهم نغيّر اللون تماما نسمها الفسخ يعني إحنا حتى عنانا جروبات كبيرة بيطلما نسمها فسخ وجلق عشان شوفوا ناس يعني شغالة اللي يتدرجة فيها تفسخ روحها أنا عايزة أتكلم لك عن تنمر علينا إحنا المذيعات وإتهام نحنا سبب لإنه الناس دين يمشوا ويمشوا بدل ما يكون في نظافة يكون في فسخ لهم إحنا بالنسبة لنا الإضاءة دي ضاربة لنا أسئ انت تسنيم مختلف من تسنيم جيدي شكراً أنا عايزة نوضح للمشاهدة نمر على فكرة على المذيعات تحديداً يعني بعيداً عن نخصص ثاني المذيعات تحديداً إنهم هما سبب في إنه نازل يبحث عن الجماعة ولازل يكون لونهم أبيض وهم سبب في إنهم يجعلوا المجتمع مثلاً يبحث عن لونه أبيض عشان هما يعملين مساحيق وعملين تفاصيل وغيرهم وإحنا طريقة عملنا بتختلف يعني محتاجة إنه تكون في إضاءة عالية جداً على فكرة إحنا بنتأذي من الإضاءة اللي هي بتكون حارقة لبشرتنا دا للمعارفين يعني إحنا بشرتنا حرقت بالإضاءة لكي دي طبيعة شغلة فالإضاءة زي ما غيرتنا بتجيبنا بيض إحنا سمر سمر يا إخوانا سمر أنا شعر أسعب علي ضحك مع الفامي منهينا من الشباب المصورين له تفضلين إحنا معنا دكتورة نسرين عشان تكلمنا على موضوع ده إنتان أخذنا منك الأبعاد النفسية والأسباب هوس الجمال اللي بيخلوا لي غيروا ألوانه متفاصيله معنا دكتورة نسرين القاسم على خط الهواء مباشرة مرحبا بك دكتورة مرحبا عليكم السلام أهلا وسهلا دكتورة نسرين حلقتنا اليوم نتكلم فيه عن هوس الجمال بين البيض والسمراء وبداية خلينا نتكلم عن إنه كثير من البنات أو السيدات اللي بيقعوا في خطأ الاستخدام الخاطئ للمساحق الطبية قد تكون هناك بعض التشوهات اللي ممكن تكون قاتلة جدا أو غير من الأشياء الجلدية اللي ممكن تكون خطيرة فالله هذه حقيقة وهي ظاهرة معروفة وواضحة جدا يعني وأخطاء الطبية يعني الضارة الطبية ناجمة عنها ما سهلة لأنه ببساطة المواد دي بتستخدم فيه أن يتفتح اللون فيه جدا منها مواد كميائية هي قد رامحها سوف يصير من الحياة من استخدمها كعلاج لكثير من الأمراض وجزء هي لونها كعلاج جزء من الأسار الجانبية لتعاطر إنها هي بتفتح اللون أو كده فهي تترغمان مع أثر جانب أكثر من إنه بتتعامل حاجة طبية بالضبط كده وبالتالي اه وبالتالي تكون تستخدم في حاجة في غير يعني حوجته والطبية بتقوم بتعاني من الأسار الجانبية أبتر ومعظم النواد المعروفة في المواد الكيميائية ديه هي مادة الكورتزون هي مادة معروفة ونحن ستبت بنا استخدمها في كثير من العلاج وكثير من المراجة وعالسا ما بتكون يعني أمراض مزمنة يعني أمراض مستاطية كده فالي أثار الجانبية كثير جدا حتى لو استخدمت بصورة موضوعية كما هي في الكريمات لانه عادة المحدة تستخدم على جسمها كله وبالتالي بتعرض جسمها لكمية كبيرة منها وهذه مواد معروفة هي بتسبب الضغط والسكر وبتنحبط الهرمونات الطبيعية بتاع الجسم بتاع المغدة الكاثورية وبالتالي بحصل ضخف الهرمونات دي وبتعرض ازول مشاكل صحيحة خطيرة جدا يعني ممكن لو مثل كريمات دوبة فجأة لأي سنة ممكن بعد ذلك زول تجيو حالة ضعبطة ما يخطش في حالات حرجة مهجدة للحياة وفي مواد تاني بيستخدم درازين بأخطوات كثيرة بكلها في نهاية بتعمل مشاكل في الكنهة بتعمل فش الكلاوي يعني امرارة معروفة وبالتالي بتستخدم بكيميات كبيرة وبتسافة وبضغط البيتن كله وبالتالي كله يزداد اسمير البشرة كل ما زول يحتاجين هو يستخدم قدر اكبر من الكريمات بي وغير كلها بتعمل تسلوخات في الجلد ويجعل الجلد رهيف يعني رهيف جدا بحيث انه ممكن هذه البشر براو انزي في طنع مويا وطبعا مع التعرض للضواء الشمس وطبعا مع التعرض للضواء الشمس وطبعا مع التعرض للضواء الشمس بعدان نحن ربنا اصلا حبالة بالبشر السمراء دي مناسبة مع الملاخ بتاعنا تحمايهم كميقايا يعني جونا دائرة البشر السمراء شاية تقيم الامراض يعني البشر الفاتحة معرفة ان هي عرض اكثر لتصرفانا في الجلد وهذا نحن مع الشمسنا الحارد دي اربعا ادانا ادانا هذا اللون والصمرة هي في حد ذاتها الزلة بوعتي وطبعا يعني هي جمال يعني جمال في حد ذاتها السمرة حتى لو كانت سمرة شديدة في النهاية كل ملامح بتتسق مع نونا يعني 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 مثلا الملامح عموما بتعدق تحسب السمرة كتير حتى الواحدة بعدك لما انتشبح نونا يعني ان شاء الله دا سمار بيكون بيزات الجمال الاول في الزل بيكون عرض نفسه لأبرار الحياة الكبنيئية بيستخدم فيها نعم اضافة لانه بعرض نفسه لعرضة العوامل التعريعه من التغسل والمشاكل التانية برضي يعني بتصورينا هي بتأثر في الشكل جيس انه يعني نسان يولد متكامل شكله ولونه وحاجاته كلها وفي نهاية الحاجات الطبيعية دي ما في اجمل منها للنظارة وللجمال يعني لذلك لما الواحد لما نهتم بتغذية البشرة وتنقيتها وحضاء الغذاء الجيد بالحاجات الطبيعية دي بتدي نتائج جميلة ومستديمة وفيها نفع للبشرة يعني البشرة بتستفيد منها بحيث انه بيكون فيها تغذية وفيها نظارة وفيها صحة وفيها عافية بدل الواحد مهلكة بالمستحيق والكلمات ما بين تجميلنا للا الضرر والوان الصناعية ما بتضيف جلال في كثير من الاحيان فبالتالي تكون مشاكل الصحية وخسائر من نواحي اخرى فغير كده هي ذات المواد الحميلي بتاع المرات احتقال في الجسم بحيث انه أظل الجسم بيحق الموايا أظل عني مشاكل في الجنر ولا في الكيلة ولا اي حاجة الجسم بيتملي موايا يعني بيكون حاجة الجسم موايا وكده مرن في الكرعين كده عن جلال في البطن فهي ضرارة أكثر من نفعها وفي البداية للطبيعية البتناسب يعني ربنا خلق للحياة متكاملة نصب وترجع للأشياء الطبيعية يعني دكتورة نسرين هي ضرارة ممكن تقود لعدم جمال طالما هو هوس نحن نتكلم عنه الآن هو عنوان تريدلي اليوم هوس الجمال بين السمرة وبين البياض هي السمرة ذي ما قلت ربنا خلق لنا القدمة دي في السودان عشان احنا محتاجين أوضب الشمس اللي بيكون بيصلت عليها محتاج للسمرة بتاعاتنا دي يعني تتكلمت عن الاستخدام للمساحيق أو يعني كريمات البياضة اللي بتعمل مشاكل الإنسان في الجلد كمان عجل رايك في الناس اللي بيبلع الحبوب للسمنة برضو أيوة يلا دي كمان أسوأ لأنه يعني الجرعة بتكون في الكريم اللي بتمسح أخفة من الجرعة بتكون في الحبة اللي بتبلع و دي بيكون أخفة من الحجن اللي بتتأخذ وبالتالي تقول لما مشات لمساحضرات أعلى يعني خليت الكريم اللي بيتمسح مشات باللعية الحبوب الوضع بيكون أسوأ تتعرض للدرع أكبر من المواده الخطرة وبعدك هنا تتعرض للمضاعفات أكثر بعدك تتعرض لأنه يكون عندك مشاكل في الغضة الكضرية هبوط مفاجئة في الدم مشاكل في الضغط السكر الجسم اللي يرحب شئيك الطرطانات الجلد فالتركيز يكون أكثر لما تتبني نحن نقول التأثير الموضعي والتأثير السيستماتي خلال الجسم كله يتبني يمشي في الجسم كله التأثير الموضعي هو أخفة ممكن تكون الأضرار الموضعية لكي نهاية كثرة الاستخدام مع طول الزمن وتكون المساحة بتاع الجلد وتضغط كبيراً تأثير أضرار لكن الحبة تعادل كمية كبيرة جداً من الكلمات يعني عندما يأخذ حبة كان أخذ كمية كبيرة من الكلمات لفترة طويلة من الجسم من الزمن وبالتالي الضرارة يكون أكبر وأسرع بالنسبة للمرأة الحامل طيب دكتورة نسرين سريعاً والخطر على الأجنة طبعاً بالضبط عن هذه العلاجات زي ما هي خطورة على الإنسان الكامل السرور الجسم ومخلوق سيكون خطارة أسوأ على الدنيا التي تخلقها وهو ليسا عضاها مستملة عضاها تخلق وتخلق وتكوين يعني إيش مع الورع الحامل حتى الإنسان الطبيبين يعمل معها بحذر شديد ونكون دنيا بأكد أنه هي ما فيها خطورة على تكوينها البابي والنمو بتاعه حتى في كل الشهور يا دكتورة حتى في كل الشهور كثير بنسمع يقولك مثلاً بعد تخط الشهر السابع أو الثامن هي بتكون في مرحلة الأمان وبعد السابع والثامن بتكون أغمى العضاء تخلقات لكن ليسا الخطر بيكون قائم لأنه التكوين بجتمير لحد آخر لحظة 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 الولادة لحظة 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 الطفل يعني في التكوين بتاع الطفل فإنسا في أي لحظة محتاجة بيكون كامل يعني والجمال ما نتوب لونه هو مجبال هو ضرر يعني فالأولي نحن نجيب بابي سليم وبعد ذلك الناس نبحث عن هوس الجمال شكري لك دكتورة مانيت كان الوقت يسعفنا عشان نتكلم أيضاً عن حقاً من الجلث مين لو كان نطقتها صح شكري لك لكن أتمنى يكون في صدافة تانية شكرا لك دكتورة نسرين القاسم أو القاسم نعم شكرا لك دكتورة شكرا دكتورة تكلمت من نواحي طبية عن المخاطر وعن الأضرار يا رويدة وتمنيت لو كان في وقت عشان الحقن اللي هي تخطط موضوع الكريمات وأصبحت بتتحقن يعني الواحد يمكن تجاوزوا فوبيا الحقنة نفسها يعني كثير من الناس الواحد بيكون متقلم لكن بيكون خايف من فكرة طعنة الإبرة فالحاجة دي أزيلت يعني بيجد خلاص هتخليني لوني فاتح ما أدعب ثلاثة شهور وسبعة شهور عشان أنا أصل للون فبيحبنا واحدة بشوية ألم كده هتخليني أصل فليما أعمله للتفكير طبعا للأسف بيكون موجود بالطريقة دي نعم نحنا عوزين نصايح يعني نحنا في 24 جرات أخبار 24 جرات لليوم تحدثنا عن ضد الشحنة فيها كريمات وفيها مساحيق وفيها حبوب للسمنة وحبوب للخرشة كمان يعني مستهدفين الشباب والشابات في القصة دي يعني ريت تدينا رسائل للبنات تحديد البحثات عن هوسل الجمال وينستخدام المستحضر هذي هو خطر بالنسبة لهم كل أنسة يعني إذا بقت واثقة بنفسها وعارفة إنها هي عايزة تعمل شنو هتعرف إن الحاجة دي مضرة جدا بالنسبة لها برضو نذكر إنه الآن في وعي كويس جدا الآن يعني لما نجي نلقى البنات البكشروا كمان تجلد بأحماض الفواكه والمواد الحارقة جدا بقت الناس كلها تتغزز من الحاجة دي وتبقى كلها في السوشال ميديا في القروبات بتاعتنا النسائية إنه لا ما تعمل الحاجة دي ما تصل للدرجة دي لأن الحاجة دي بتكلف كثير لأن الحاجة دي حارقة بالنسبة لك فكل واحدة إذا بقت معتزة بالهوية بتاعتها ومعتزة بلونها هيخلينا نرجع بصورة كويسة شديد للثقافة بتاعتنا ونرجع للتراس حقنا ونرجع لخضرتنا زي ما بقولوا لغنوا عليها كل الفنانين وكتبوا عليها الشعراء بصور كبيرة جدا بتصف الجمال السوداني وجمال اللون الأخضر واللون الأسمر اللي عندنا الموجود والسحنات بتاعتنا ترجع طبيعية زي ما هي عشان تتناسب مع الأجواء بتاعتنا بدل ما إحنا نبقى لابسين جوينتات لابسين نقابه عشان نطلع برا بصورة كبيرة فلازم أي واحدة تعتزب لونها تعتزب هويتها تعتزب تفاصيلها ده كله بيلعب دور كبير جدا في الثقة بتاعتها في نفسها وبيلعب في مستوى الاستحقاق بتاعها وتفاصيلها في حياتي ولازم نعرف أنه حتى إحنا في البيت يقول البطن بطرانة البطن بطرانة يعني عندك الأرض وعندك لون أخضر أو أزرق كما نقول في السوداني في البيت ضير أنه إحنا قبائل متعددة في السودان بلد مترانة في الأطراف عندنانا أخضر وشحنات مختلفة كما قالت هايلين في كل منطقة الثانية في لون عيوم مختلف ما إلا حتى نقلد بعض نبحث عن الجمال بالهوس نحن نتكلم عنه شكرا جزيلا شكرا